قال مركز رانا المختص بالمخاطر الاستخباراتية إن دول الخليج تعمل على تجنيب التصعيد الكبير مع الحوثيين في اليمن ورجح المركز أن تواصل السعودية والإمارات محاولة تهدئة التوترات مع الحوثيين لمنع تجدد القتال على نطاق واسع لفتاً لعدم رغبة الدولتين في الدخول بحرب شاملة أو مباشرة مع الجماعة من دوسح بهما من الصراع في اليمن خلال السنوات الأخيرة وضف المركز أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أدت إلى تعقيد عملية السلام مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية على مخازن أسلحة الجماعة ومواقع اطلاق الصواريخ والمسيرات أدت على الأرجح إلى تدهور بعض القدرات العسكرية للحوثيين ترجمة نانسي قنقر